اخوان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع وصباح الخير الجميع. اخوان الفيديو جالي وان شاء الله بنا نتكلم فعلة الرحلات السيتنائية ديال العودة وديال الاجلاء. الرحلات اللي غادي يجيب الخود جنة من اللي عالقين خارج الوطن والرحلات اللي غادي تنقل اخوان جنة اللي حاصنين في المغرب او الناس اللي كانوا بيسافروا يعني وكانت كانت خير فالرحلات تلهم بسبب هذوك القيود ودوك شروط يعني اللي كانت جائرة في حقهم. الحمد لله يعني الاخوان كين خبر جميل يعني مجموعة من الاخبار اللي كين في هذا الفيديو يعني لنا رحلات جديدة باقي ما كانش معلنة لها من قبل او ما كانش تدتالها للوجهات وتضافت اليوم الحمد لله يعني بعد الزوال تم الاضافة لها ديال الرحلات. هذي الرحلات غادي يستفدو منها الاخوان والاخوات تلنا العالقين. للإفادة فقط كين بعض المعلومات الاخوان فيما يخص الناس جيل تشيرات الناس جيل سياحة او تشيرات سعية. الناس اللي بوا يغادرون مغرب وكانوا معلقين كانوا حبسينهم. واحد النقطة مهمة رطل على البل يرى نقطة كل شي تتعرفه ولكن اغلبية تبع المرات تتجاله او تبيد الرسول يعني اه فهم بزر. بالنسبة الاخوان اللي بوا يصفروا سياحة رطل بالنس اللي غادين لمدة شهر او شهرين او عندهم تلت شهر حاولوا لانه من التروريات باش ميرتوكم المطار يكون عندكم تذكير دهاب واياب. كما الناس يقول لك انا غادي او مراجح و تديري الدهاب. تمشي المطار و ترطه. وماذا كل حالات التي تسمع تقول لك مشاو و ترطه و ترطه و ترطه. هذا من نبيل اسباب. كذلك الناس اللي غادين سياحة خصوه يكون عنده حجز فندوقي. الناس اللي غادين سياحة ما غادينش عند الآل ديال و زيارة العائلية. خصوه يدير حجز فندوقي وخما تخلصوش المهم تتبيل لهم بانني انا غادي لديك الله ساعدين ناس فيها. مش غادي تنمشي تشرد عندهم في بلادهم او تنعس في الزنقة. عذاك شي تيبو من بين الشروط باش يخلو الانسان ايدوز. نجي الان التضع. والامر الاخوان رات تأكد اكد في انه اي واحد عنده الحق يصفر خارج التراب الوطني تكون عنده يعني شروط جل الصفر. المسألة الاخرى اللي قلنا الاخوان غادي نتكلموا فيه وفيما يخص الرحلات. الرحلات كان مجموعة من الرحلات اللي تم الاعلان عليها في ساعة القليلة الماضية منذ ساعتين تقريبا. واللي كنا احضرناكم والاخوان قلنا لكم اذا الفيديو تصبح. ما تسرعوش تديرو التذاكر هكا كيرت في الصباح ما لقيت ارام شنجر طياران على الخمسطاش. قلت لكم تسنو تيبنو تواريخ دي الرحلات. وهو فعلا هذا هو الامر كده الاخوان تشوفوا احنا في الصفحة الرسمية دي الخطوط الملكية المغربية. عنا الاعلان يعني تحديد رحلات خاصة. نعلم زبناءنا انه تمت برمجة رحلة استثنائية جديدة خاضعة لترخيص خاص من البرتغال في اتجاه المغرب. يعني الناس والاخوان اللي في اوروبا وبالخصوص في البرتغال وباغي عالقين وباغي يمشيوا المملكة المغربية. الرحلة الاولى اللي غدي تكون معلن عليها واللي يمكن يمشيوا فيها مضمونة يعني لك التعصيفها غدي تجي للمغرب. هي الرحلة غدي تكون نهار 18 دجمبر. لان واحد الاخت واصل معنا قبل قليل اه اللي يوصلوا على الاخير. مشا حجز مسكين يعني في اضنف 15 ولا 16. اه تم حجز. وبعد شوية تصل اه واحد الرسالة لالالغاء لالرحلة ديالو لانه فعلا هذا التاريخ مكنش مكنش رحلة. الرحلة او الرحلة الاخوة اللي بارجعوا على تاريخ البرتغال هي نهار 18 دجمبر. نمشيوا نشوفوش نهو مرحلات الاخرى اللي معلنة على في الساعات القادمة كذلك. عنا هذه ديال البرتغال الاخوة الناتقين بالفرنسيين نينفرمون لدينا نوفر ارفع نوعى نوفر للسكسين سوماية اوترستيقل على ايضاة Winterل منطقل منطقل لدينا اكتنا لدينا بعد بعد الثالثواني. لانه ساعد الرحلة التاريخ سنطر على الرحلة التاريخ للساعدة الاخرى اللي بارجعدي لدينا ايضاة اللي بارجعباتات الطعنة. نعلم ذلك بأنهم ايضاد الرحلة التاريخ يعدها تشاكل ويتخيز خاسة من توركيا تجير المملكة المغربية تجير ستاش دجمبر يعني الناس اللي بو يمشيوا من تركيا اول حجز يمكن تحجزو في الخطوط الملكية المغربية هو نهار ستاش وغادي يجي ورحلات اخرى المهم اول رحلة هي هذه الاخوان اللي يمكن تستفدو منها فيما يخص الاخوات جل الامارات لحد الساعة باقي شركة الخطوط الملكية المغربية مع الناش على تاريخ الرحلة اللي غادي تقل وغادي ترفق الاخوان دينا الى ارض الوطن من الامارات المتحدة ولكن الخبر الجميل الاخوان اللي كان في هذا الفيديو هو اننا اخرجنا بالخبر التي تنشر قبل قليل حوالي تقريبا 540 دقيقة الصفحة الرسمية للشركات العربية للطيران رحلات جديدة وهذا هو المهم في علاوث الاخوان الداخلية لأمرارات القضاء ليس بطبع من البورتوغال إلى المغربية ومتابع من السبونا أو المرتوogue لكازابلانك ولكن هنا نحتاجات الكثيرة ايرا رحالة العربية واننا نتعلم ل linkedائد ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر